لم يكتفي ترامب بوصف وسائل الإعلام بأنها كاذبة وأنها عدوة للشعب الأمريكي بل كانت إدارته تحول جمع بيانات بعض الصحفيين للتعرف على مصادرهم ومحتويات مراسلاتهم لكن الأمر القضائي لم يسمح إلا بالحصول على قائمة الاتصالات دون الإطلاع على المحتوى ترامب ليس القضية الأهم هو إساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق مصالح خاصة إدارة البيت الأبيض تستطيع طلب فتح تحقيق حول معلومات سرية تم تسريبها والأمر يعود للقضاء لكن ما وقع أن الإدارة لم تبلغ الصحيفة وأخفت الموضوع عن رأي العام كذلك هذا يعني أن الموضوع كان سياسيا وليس من أجل الحقيقة وحسب وزارة العدل فإن إدارة ترامب بدأت مساعي للحصول على معلومات عن أربعة صحفيين من نيويورك تايمز نشروا خبرا مشتركا في إبريل عام 2017 حول كيفية تعامل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي مع التحقيقات المشحونة سياسيا أثناء التنافس الانتخابي بين ترامب وكلينتون أعتقد أن إدارة بايدن تجمع المزيد من المعلومات عن الواقع وأمرت إزارة العدل بإعادة السجلات لأصحابها وعدم القيام بأي إجراء أما الصحف فلن تصمت ستتخذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب لكنها بحاجة لمغطيات واضحة بما فعلته إدارة ترامب معهم أما نيويورك تايمز فاعتبرت أن هذه التصرفات تهدد حرية التعبير كما أنها تهدد مصادر الصحفيين التي يتم الاعتماد عليها لإطلاع الأمريكيين على ما تقوم به حكوماتهم بعض أعضاء الكونغرس طلبوا بالكشف عن المزيد من التفاصيل في حين إدارة بايدن قالت أنها لن تسمح بمثله هذه الأخطاء وأنها لن تتسامح في التدخل في حرية الصحافة إياد الجغمير سكاي نيوز عربية واشنطن